موسيقى يوم جديد يقربنا من برنامج ومن نتائج الانتخابات الأمريكية يوم الخامس من نوفمبر كاملة هارس في مواجهة دونالد ترامب في سباق الوصول إلى البيت الأبيض أحدث الأخبار والأرقام والفرص في الانتخابات الأمريكية معي راوي القاسم أهلا بكم البداية بأبرز العنوين عبر بنسلفينيا وميشيغن هارس تسعى لأصوات العمال وتستعين ببايدن لتعزيز حضوضها رغم تقدمها في استطلاعات الرأي هارس لا تزال بعيدة عن نتائج بايدن في 2020 قبل أسبوع من المناظرة نشرح لماذا أراد ترامب إغلاق المايكروفونات وأرادت هارس تركها في هذا السباق يختلف المرشحاني في كل شيء تقريبا حتى طريقة قضاء العطلة فبينما بدأت هارس إطلاق حملة الخريف للانتخابات أي بعبارة أخرى الدخول في المرحلة النهائية بالكثير من الفعاليات فضل ترامب أن يمضي اليوم على موقعه تروث سوشل هارس بدأت جولتها من ديترويت في ولاية ميشيغن المتأرجحة للغاية في منطقة حزام الصدى ثم بعد ذلك ذهبت إلى بنسلفينيا لتقف إلى جانب رئيسها جو بايدن ويجددان تحذيرهما من عودة دونالد ترامب للرئاسة في الوقت نفسه كان زميلها في الترشح تيم وولز في ولاية ويسكنسون في حزام الصدى أيضا يحاول حجد الدعم من النقابات وذلك بعد ساعات من تعرض موكبه لحادثة أثناء ذهابه إلى موقع الحدث ولكن سيارة وولز لم تكن من ضمن السيارات التي تسببت في الحادث أما ترامب فاكتفى برسالة عبر تروث سوشل وقال عيد عمال سعيد لجميع عمالنا الأمريكيين لا يمكننا الاستمرار في العيش في ظل هذه القيادة الضعيفة والفاشلة لترد حملة هاريس على ترامب قائلة أنه يتخلى عن العمال في عيدهم لأنه متطرف ومناهض لحقوقه إذن ركزت هاريس على ولايات حزام الصدى التي صوتت للديمقراطيين منذ عام 1992 حتى انقلبت عليهم في 2016 لصالح ترامب قبل أن تعود مجددا نلقي نظرة على استطلاعات الرأي في الولاياتين التي ذهبت هاريس إليهما بنسلفينيا التي تمتلك 19 صوتا في المجمع الانتخابي تتقدم فيها هاريس بها مش نقطة مئوية واحدة 46% مقابل 45% لترامب أما ميشيغن التي تمتلك 15 صوتا في المجمع الانتخابي هامش هاريس هناك أوسع قليلا 2% 46% مقابل 44% لترامب بدأت بميشيغن وانتهت ببنسلفينيا وقالت نفس الكلام تقريبا في الولاياتين من واشنطن تنضم إلينا نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن أهلا بك نادية معنا اليوم اشرحي لنا بداية أهمية مخاطبة كاملة هاريس للناخبين في ميشيغن وابنسلفينيا في يوم العمال وما وقعه عليهم طبعا بنسلفينيا وميشيغن هي من أهم الولايات المتأرجحة والحاسمة يتعتبر ساحة المعركة في هذه الانتخابات هناك رمزية أن تذهب إلى بنسلفينيا وميشيغن بالتحديد في يوم عيد العمال كما ذكرت هي تقع ضمن ما يسمى بحزام الصدى ماذا يعني هذا أو الراستبلت يعني بأن هذه الولايات هي تقليديا فيها عدد كبير من العمال الذين كانوا ينقبون عن من يعملون في مناجم الفحم والتنقيب على النفط الصخري وغيرها وبالتالي يعتقدون بأن الوظائف بدت مهددة لأن التكنولوجيا أخذت مكانهم ومن هنا تأتي هاريس تقول أريد أن أعطيكم ثقة بأنني سأكون معكم بأنني سأدافع عن حقوقكم وبالتحديد ارتفاع الأسعار أو الأجور ستقول بأنها ستعمل مع الطبقة الكادحة الطبقة المتوسطة والرمزية أن يكون معها أيضا الرئيس بايدن كما ذكرت مهم جدا لأنه أيضا لديه علاقة مع هذه الولايات وبالتحديد مع الرجل الأبيض الذي حتى الآن يعتقد بأن ترامب ربما يكون أفضل من ناحية الاقتصاد وخلق الفرص أكبر من هاريس ومن هنا التركيز على هاتين الولاياتين كان أمر مهم جدا بالنسبة لهاريس لأن تكون فيهما في يوم العمال الأمريكي الذي طبعا هو يركز بالدرجة الأولى عن النقابات العملية وعن الطبقة الكادحة والمتوسطة المهمة في الفوز بهذه الانتخابات الراوية طيب نادية ما هي الرسائل الأخرى التي وجهتها هاريس وأيضا بالنسبة لنقابات العمال من برنامجه أفضل ترامب أبن هاريس طبعا هي تحذر الأمريكيين وخصوصا الطبقة الوسطى هذه الكلمة التي تسمعها كثيرا من سياسات الرئيس ترامب وتقول بنا ستضرب ملايين من الطبقة الوسطى نستمع معا إلى ما قالته هاريس طبعا هاريس تخوف الناخبين الأمريكيين من سياسات ترامب الضريبية تقول بأنه يريد إعادة هيكلة هذه السياسات الضريبية التي هي مفروضة على ضريبة الدخل وطبعا ضريبة للحكومة الفيدرالية وتقول بأنه يريد أن يفرض ضريبة عامة وطنية على المبيعات وهذا يضرب الطبقة الكادحة والمتوسطة لأنه هي التي تدفع أكثر عندما تذهب إلى السوبر ماركت أو تشتري كل هذه المنتوجات وبالتالي لن تكون عادلة ومن هنا هي تركز على نقطة مهمة بأن ترامب فقط يريد إعادة هذه الضرائب لينتفع منها الطبقة الغنية أو الأثرياء المحيطين بترامب والذي تقول بأنه سيكون هناك سياسات تفضيلية إذا أتى إلى البيت العبيض نعم من ناحية أخرى ظهور بايدن إلى جانب هاريس يناديا في بنسلفينيا هل حقق الهدف المرجو منه هل استطاع استمالة الولاية لصالحها؟ سنرى لاحقاً في استطلاعات الرأي لكن بنسلفينيا هي مصقط رأس الرئيس فاز بها في عام 2020 راوية كما تعرفين وعفواً بايدن يقول بأنه لن يسمح لترامب أن يفوز بولاية أخرى جديدة وبالتحديد بنسلفينيا نستمع لما قاله الرئيس ترامب الرئيس بايدن عفوا let me ask you are you ready to fight? are you ready to win? are you ready to elect كامال هارس، نفسه العامة كامال هارس، نفسه نفسه ونفرح قراء نفسه مجددا ترامب مجرد نادية ما خطط ترامب في الأيام المقبلة قبل المناظرة المنتظرة؟ طبعا ترامب سيقضي الأيام القادمة في الولايات المتأرجحة سيذهب إلى ميتشيغان مرة أخرى وسنسمع أكثر من مرة بأن هاريس وترامب قد يكونان حتى في نفس المكان يبعدان عن بعض ما فقط بعض الأمطار أو بعض المسافة القصيرة لأنه بالتحديد يريداني أن يكسباني الناخب الأمليكي في هذه الولايات المتأرجحة سيكون لديه فعاليات أخرى في ساوت كارولينا لكنه قرر أن لا يفعل شيئا في عيد العمال هو أهم عيد ربما بالنسبة للنقابات العملية لكن سنسمعه طبعا في أكثر من مهرجان انتخابي من الآن وحتى يوم المناظرة هذه المناظرة التي ستحدد أي اتجاه الموصلة لأين سيدها بكل مرشح في استطلاعات الرأي بعد العاشر من سبتمبر وطبعا سنغطيها معا أنا وأنت راويا طبعا نادية شكرا جزيلا لك مديرة مكتب العربية في واشنطن رغم التقدم الواضح الذي تظهر استطلاعات الرأي لكاملة هارس في مواجهة دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر إلا أنه يوجد مبرر قوي يجعلها تلعب ورقة المرشحة الأقل حظا فهي لا تتخلف ولا تختلف عن ترامب ولكن تتخلف عنه في النتائج التي حققها بايدن في الانتخابات التي فاز بها عام 2020 وهو فاز بصعوبة إذن يمتلك ترامب فرصة كبيرة لقلبي كل النتائج اعتمد بايدن في عام 2020 على تحالف واسع من الناخبين من أصول أفريقية واللاتينيين والشباب والآن نتائج هارس أضعف من بايدن في هذا التحالف فاز بايدن ب87% من أصوات الأمريكيين من أصول أفريقية عام 2020 كاملة هارس الآن تحصل على دعم بنسبة 77% منهم أما الناخبون من أصول لاتينية فبايدن فاز ب65% من أصواتهم هارس حتى الآن لم تتخطى نسبة 59% أما الشباب فكانت نتيجة بايدن نحو 60% من أو بين الفئة العمرية بين 18 إلى 29 أما كاملة هارس فلم تحصل إلا على 48% من دعمهم ينضم إلينا من واشنطن المختص في الشؤون الأمريكية أريك هام أهلا بك معنا سيد أريك تقول والسري جونل أنه بتحليل الاستطلاعات السابقة يوجد سبب رئيس لجعل كاملة هارس لا تقترب من نتائج بايدن وهو أنه العديد من الرجال يجدون أن ترامب أكثر جاذبية الآن مما كان عليه قبل أربع سنوات ما الذي برأيك أعاد تعزيز جاذبية الترامب عند الرجال تحديدا وهل يستطعون وأقصد الرجال قلب الكفة لصالحه أعتقد أنه عبارة عن فقدان ذاكرة اختياري الجميع يبدو أنه ينسى كيف تعامل مع جائحة الكوفيد التي أدت إلى مقتل أكثر من مليون وما نراه هو أن كتر يعتقدون أن دونالد ترامب سيكون مناسبا للإقتصاد فهناك كتر كان لديهم مشكلة مع زيادة التضخم وبالتالي لهذا السبب فهو يزداد جاذبية لدى الرجال نعم سيد أريك هناك استطلاع لأي بي سي أظهر أن نتائج بايدن وهارس متقاربة أكثر عند الحديث عن النساء فبينما حصل بايدن على 57% من أصوات النساء في 2020 هارس الآن تحصل على 54% هل السبب برأيكم قضية الإجهاد أم كون المرشحة السيدة وهو الذي يدفع النساء لدعم هارس أود أن أعيد النظر إلى بعض النقاط النقاط والأرقام التي نراها وهي أن هارس تزداد مع النساء ومع قدام المحاربين ومع الأصوات البيضاء ولم يكن أداؤها جيد كما منذ كليمتون وقبله كارتر وبالتالي يبدو أن هناك اختلاف بين هارس وترامب في هذا الإطار نعم ترامب سيد هام حاول بأكتر من مرة يعني ابطاء صعود هارس من خلال وصفها بداية بأنها لبرالية ومن خلال انتقادها وما حصل أيضا بمقبلة أرلينغتون برأيك هل ساعدت هذه السياسة بألحد من صعود المرأة كلا على الإطلاق ما نراه باستمرار هو أن كاميلا هارس تزداد زخما وهي تتقدم في معظم الاستفتاءات والتي ترى المعارك المهمة في الولايات الحاسمة وهي سبع ولايات وهي تتقدم في غالبية هذه الولايات إضافة إلى ذلك هي تحاول الآن تسعى للولايات التي فيها قوة تقليدية وفلوريدا ونورث كارولينا وكذا كان قد فاز فيها أوباما سابقا وهارس تزداد بشكل شامل وتزداد سيطرتها على كثير من الولايات لأنها تحظى بدعم مادي يمكنها من ذلك أيضا أريك هام مختص في الشؤون الأمريكية شكرا جزيلا لك استطلاعوا رأي حديث من ABC News وإبسوس يبرز السيدة الأولى للديمقراطيين كاملة هارس في موقع القوة وذلك في توقعات المناظرة التي ستجري مع ترامب يوم العاشر من سبتمبر هذه التوقعات تشير إلى تفوق مرتقب لهارس بفارق ست نقاط حيث تتصدر بنسبة 43% مقابل 37% لترامب واجهت المناظرة الكثير من الأزمات قبل أن يتم الاتفاق عليها حتى خصوصا صراع المايكروفون حيث أراد حملة هارس إبقاء مايكروفون ترامب مفتوحا وهو الأمر الذي اعترضت عليه حملة ترامب في النهاية انتصرت حملة الرئيس السابق أما حملة هارس فأرادت ذلك منذ البداية لتسمح ترامب بمقاطعتها وإظهاره بصورة الشخص العاجز عن التحكم بهدوء أعصابه تماما كما كان المشهد مع بايدن عام 2019 أما حملة ترامب فتمسكت بإبقاء المايكروفون صامتا ذلك سيساعده ربما مثل ما حصل في المناظر الأخيرة حيث تكبد بايدن هزيمة مرة وظهر مرتبكا في حين كان ترامب هادئا لا يتحدث إلا حينما يأتيه دوره هارس أظهرت في الماضي قدرة على الاستفادة من مقاطعة الآخرين لها هذا جزء من مناظرتها أثناء ترشحها كنائبة رئيس مع بايدن عام 2019 حينما قطعها بانس وأيضا ظهر ذلك في جلسات مجلس الشيوخ للتحقيق في إساءة استخدام ترامب لوزارة العدل من أجل رفع دعاوة قضائية على خصوم سياسيين هم تدفعه لتأثناء في أي حالة قطعها whyجبها أشبالي قضائح أريد أن تعجزي أن تتطوح أماوها سيد أو أنفسها إذا المسكتب للأخدم أو رأسي أخذ ثانية إذا أريد أن تذكر بذلك أظن أن تتطوح أصاب لأمد قطع وسيد لديكم في أتبع العرب من إيجابة أعني انه حينما يتعلقوبات مدرسات في دعا أنت السابقات يرتدي أخذي لم تدعني أمد رأيكو وأيضاً مواجهتها مع القادي للمحكمة العليا برات كافانو بعد أن رشحه ترامب لهذا المنصب وكان في حاجة لتأكيد اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ من أجل تثبيته وكانت هارس إحدى أعضاء اللجنة أنا أعطي you a very direct question yes or no who did you talk to I don't think I'm not remembering but I'm happy to be refreshed or if you want to tell me who you're thinking are you saying that with all that you remember you have an impeccable memory you've been speaking for almost eight hours I think more with this committee about all sorts of things you remember how can you not remember whether or not you had a conversation about Robert Mueller or his investigation with anyone at that law firm this investigation has only been going on for so long قد ننسى تفاصيل كثيرة في السياسة الأمريكية لكن ترامب لا ينسى ففي لقاه الأخير مع Fox News انتقد معاملة هارس سواء لبرات كافانو أمام مجلس الشيوخ أو حتى معاملتها لمايك بانس أثناء المناظرة I think there's no human being that was ever treated worse in Congress than Justice Kavanaugh and Harris led the battle that's right oh she was vicious oh she was the most vicious she was going after them just like with Mike Pence where she said you're interrupting me I want to talk and that's why look ABC is probably the worst in terms of fairness George, Flopidopolis, the people they have there are just terrible Jonathan Karl وصلنا لنهاية الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم اللقاء يتجدد غدا إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة